ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن العديد من حسابات على منصات التواصل الإلكتروني تؤكد قدرتها على التحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة في المملكة بمقابل مالي ويقترب عدد سكان السعودية من 48 مليون نسمة بينهم 35 مليون مقيم وفقاً للتقرير الرسمي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بحلول الأول من يونيو 2021 وبذلك تعتبر السعودية أكبر سوق للعمال المهاجرة في المنطقة العربية ويسعى الكثير من العمال والمهارات من كافة القارات للعمل فيها لما فيها نظراً لارتفاع الأجور مقارنة بالكثير من بلدانهم الأصلية وفي هذا الصدد أكدت هيئة الجوازات في وزارة الداخلية السعودية لصحيفة عكاظ إنما يتداول بشأن إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة لا أساس له من الصحة وأن الجهات المختصة في السعودية تعليماتها لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة وبينت إنه في حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية وأشارت الجوازات لأن النظام لا يسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة عائلية بالعمل ومن يرتكب ذلك يعد مخالفاً من جهته حذر المستشار القانوني سيف بن أحمد الحكمي من الممارسات التي يقوم بها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الاحتيال والنصب عبر مزاعم كاذبة تخالف النظام وتعرض مرتكبها للعقاء وقال لعكاب يعاقب باستاج المدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي طرق من طرق أخر أكد سفير جيبوتيا عميد السلك الدبلوماسي في المملكة ضياء الدين باما خرمة إن أعلان المملكة عدم مسؤولية عن عمدادات النفط في ظل الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على المنشآت العيوية والاقتصادية السعودية يعتبر رسالة واضحة للعالم لما تشكله المملكة من وزن جيو السياسي واقتصادي عالمي تفيد بأن مثل هذه الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على المنشآت الاقتصادية السعودية له تأثيره السلبي على العالم برمته وقال في تصريح العقاد الإعلام السعودي يدق ناقص الخطر ويطالب العالم بموقف واضح وجليف من هذه الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في اليمن ومن يساندها ويدعمها بالتقنية لتصل اعتداءتها على المرافق السعودية الحيوية والتي تهم الاقتصاد العالمي وأضاف بام خرمة الأعلان السعودي يطالب المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المستوردة للطاقة التي تطالب بمزيد من الانتاج بموقف واضح تقاه تلك الاعتداءات المستمرة على المملكة وبتحمل مسؤولياتها تقاه تلك الاعتداءات المتكررة كي لا تتأثر امدادات الطاقة ويتأثر الاقتصاد العالمي وتعليقا على مشاورات السلامة اليمنية التي تستطيفها امانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض نهاية الشهر القاري قال عميد السرك الدبلوماسي السفير بام خرمة ان المملكة قدمت مبادرات عدة لكي يجتمع الفرقاء اليمنيون حول طاولة المفاوضات للوصول الى حل للازمة في بلادهم منذ انقلاب ميليشيا الحوثية لمؤسسات الدولة والسلطة الشرعية في اليمن والذي ادى الى قيام تحالف عربي لانقاذ اليمن لكن وللأسف ادى استمرار الدعم الخارجي لانقلابيين الحوثيين الى الاستمرار الاوضاع لما هي عليه في اليمن والتابع نحن نأمل خيرا بان تفضي هذه المشاورات الى حل لانهاء الازمة اليمنية ويعود الامن والاستقرار الى ربوع اليمن وفي سياق متصل اعرب وزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكين مساء الاثنين عن ادانة بلاده الهجمات الحوثية على منشآت مدنية في السعودية على مدار نهاية الاسبوع الماضي مؤكدا ان هذه الاعتداءات يجب ان تتوقف وقال بلينكين في التغريدة عبر صفحته الرسمي على موقع تويتر ندين الهجمات التي نفذها الحوثيين المدعومون من ايران على السعودية نهاية الاسبوع وسنواصل تقديم المساعدة للمملكة للدفاع عن اراضيها وتابع وزير الخارجي الامريكي في التغريدة نفسها لقد استهدفت هجمات الحوثيين البنية التحتية والمدارس والمساجد واماكن العمل هذه هجمات ضد المدنيين ويجب ان تتوقف حسب قوله وكان قد ادان مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان الاحهد الهجمات التي جنها الحوثيون في وقت سابق من يوم الاحهد على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية ونشر الصحيفة وولستريت جورنال الامريكية تقريرا الاثنين قالت فيه ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ارسلت صواريخ باتريوت الدفاعية للسعودية في اطار مساعدتها بالدفاع عن ارضها من هجمات الحوثيين اشتركوا في القناة